وللنقاش ينضم إلينا من دبي سيد سامويل ويربرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيد سامويل اجتماع طارق لمجلس الأمن الدولي بعد غد الاثنين لابد لواشنطن أن تقدم مبررات قانونية حول استهدافاتها في شرق العراق وغربي سوريا ما هي هذه المبررات؟ إذن مساء خير شكرا لكم شكرا لقناة القهرة الأخبارية الاستدافة والمبررات واضحة جدا عندما نخلف لانا الاتبار قتل الأمريكيين في هذا الموقع في الأردن مؤخرا وكل هذه الهجمات الصاروخية الإرحابية منذ بكسرها منذ سنوات من هذه الملاشيات مدعومة وممولة من إيران ورأينا هذه الأسبوع الأخيرة منذ أكتوبر كيف هذه الملاشيات قامت بإزدياد وتصعيد في هذه الهجمات لكن سيد سامول وجودكم في العراق محدد بهدف معين باتفاق مع الحكومة العراقية لكن وجودكم في سوريا غير قانوني حسب الحكومة السورية والآن هناك ربما طلبات ستطرح في مجلس الأمن حول إنهاء هذه العملية تماما في سوريا والعراق والبيت الأبيض قال إن هذه العملية سوف تستمر لأسابيع كيف سيكون الوضع إذا طلب منكم مجلس الأمن إيقاف هذه العملية هل تقصد الحكومة السورية التي قامت بقمع دود شعبها وقامت باستعمال الأسلحة التمائية دود شعبها منذ سنوات هل تقصد الحكومة السورية التي قامت بقتل أكثر من ممكن مئة ألف من الشعب السوري هل تقصد النظام السوري التي قامت بتحجير وقتل شعبها هل تقصد هذه الحكومة أقصد أن هناك حكومة في الدمشق تسير الأمور حتى الآن وهي المعترف بها حتى الآن في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة إذا الوليد المتحدة مستعدة للردل أي من هذه التحمات أو أي شيء في المجلس الأمن نحن نتطلع إلى مناقشة أي من هذه الهجومات الإرحابية الصرخية ضد القوة الأمريكية في المنطقة في مجلس الأمن في نيورك أو أي مكان آخر حتى الحكومة التي أنت تقول أنك غير معترف بها في ضمن كلامك تقول أن الضربات استهدافة الأماكن التي يقوم فيها الجيش السوري باستهداف تنظيم داعش أنتم حسب دمشق تضعفون قوة الجيش الذي يواجه داعش إذن السؤال الأساسي هنا لماذا لماذا هذا النظام السوري هذه الهكومة تستضيف هذه الميليشيات وحرص الثوري والمجموات الإرحابية مثل حزب الله مدعومة وممولة من إيران هذا السؤال الأساسي هنا نعم طيب على أية حال في إسياق ذاته إسرائيل هاجمت خمسين موقعا تابعا لحزب الله في سوريا وأنتم تقومون بنفس الهدف تقريبا ومعكم بريطانيا هل نتحدث الآن عن ربما تحالف أو تحالف أهداف بنك أهداف واحد لدى تل أبيب وواشنطن إذن الولد المتاهدة قامت بهذه الضربات الأخيرة بإنفسنا ردًا لهذه الهجمات ضد القوات الأمريكية بس إذن ليس هناك أي روابط من جانبنا ليس من ممكن أن أتكلم بإسم هذه الميليشيات كيف هي سترى هذه الهجمات ضدها وليس من ممكن أن أتكلم بإسم الهكومة الإسرائيلية أو أي هكومة أخرى بما في ذلك المملكة المتاهدة أو أي جانب آخر من جانبنا من الولد المتاهدة نحن قمنا بهذه الضربات الأخيرة ردًا لهذه الهجمات ضد قواتنا في المنطقة طيب أنت تحدثت أن الضربات في سوريا تتم بناءًا عن إنظام لا تعترفون به لكن ما يحدث في العراق قام مع حكومة تعترفون بها وهي استرعت الآن القائم بأعمال السفير الأمريكي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج إذن بغداد تحتاج على ما تقومون به في أراضيها إذن كما سمعنا من رئيس بايتن نحن سنأخذ كل الإجارات العزمة لحماية أنفسنا لحماية المصالة الأمريكية في المنطقة ولحماية المواطنين والقوة الأمريكية ما المبرر القانوني سيد سامويل لم تجب على هذا السؤال لابد أن هناك مبررات قانونية ما سيقدم أمام مجلس الأمن وكما سمعنا من الوزير الدفاعي الوزير الدفاعي الأمريكي لدينا الآن هذه اللجنة العالية حول الشؤون الأسكرية والدفاعية بين البلدين نحن في هذه اللجنة سنناقش كل الأوامر والتفاصيل بالنسبة لوجود الأمريكيين ولازم نقول هنا وجود الأمريكيين الجيش الأمريكي في الأراضي الإراكية بدعوة من الهكومة الإراكية إذن نحن الآن لدينا هذه الأمكانية بسبب الألاقة القوية لدينا بين وردة المتحدة والهكومة الإراكية لدينا الأمكانية لنناقش أي من هذه التفاصيل والأوامر في هذه اللجنة لن تعرض هذه الأمور على مجلس الأمن؟ أنا لا أفهم السؤال لن تعرض هذه المبررات القانونية المصوغات القانونية على مجلس الأمن في اجتماعه بعد غد إذن أنا لا أريد أن أستبق أي قرارات من الوزاة الخرجية أو مكتبنا في نيويورك كيف نحن سنقدم التفاصيل الآن الجيش الأمريكي ما زال يقوم بقيم أضرار المعاركة الباتل دامج أساسمين كما نقولها بالانجليزية إذن أنا لا أريد أن أستبق أي قرارات أو أي تفاصيل ممكن سنشارك في المجلس الأمن ولكن بشكل عام الوريد المتحدة كانت لديها كل التفاصيل التي قالت أن هذه الأماكن التي قمنا باستهدافها استهدافها في هذه الضربات الأخيرة هي الأماكن التي كانت تستعملها هذه الميليشيات لشن هجمات ضدنا لكن قبل قليل أيضا وقعت رشقة صاروخية استهدافة القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو في شرق سوريا إذن هذه الضربات الأمريكية الخمسة وثمانون لم تحقق أهدفها بدقة سيد سامول أم أن هناك بالفعل حاجة لدى البيت الأبيض كما قال لاستمرار هذه العمليات إذن الوليد المتحدة أولا كما سمعنا من البيت الأبيض من جون كوربي من كل مسؤولين الأمريكيين هذه الضربات الأخيرة هي ليس الآخر هي ليس النهاية هي البداية الردود الفعل الأمريكية ستستمر في الأيام والأسابية وممكن الشهور أمامها ليس من ممكن لقول أن هذه الضربات الأخيرة هي نهاية الرد الفعل الأمريكي جنها ضربات على القال سيد سامور لم تكن دقيقة كما قال البيت الأبيض ربما المدنيون في منطقة القائم في العراق اشتكوا من ربما ذعر كبير حدث لهم سوريا تقول إن بعض الأهداف الأثرية ربما سهدفت بالتدمير الكامل إذن ليست هذه الضربات بالدقة الكافية كي تحقق أهدافها بدقة ولا تحدث ضررا للمدنيين إذن أولا كما قلنا نحن ما زال نجمع كل التفاصيل بنسبة نتاعج هذه الضربات ليس منا ممكن أؤكد هنا أمام جمهوركم أي من هذه التفاصيل خاصة أي شيء نحن نسمعه من النظام السوري ما قاله البيت الأبيض ووزارة الدفاع أن هذه الأهداف استهدفت بدقة شديدة باستخدام أسلحة شديدة الدقة في التوجيه كالطائرات البيت ويلف في هذه الحالة هذه الأهداف لم تحقق أهدافها بالدقة الكافية كما قال البيت الأبيض وأنت تتفضل بالقول إن هناك تحقيق في هذا الأمر فأين يمكن أن تكون الحقيقة إذن؟ إذن أنا لا أفهم ماذا تقصد لأن البيت الأبيض قال إننا نحن قمنا باستهدف هذه الأماكن التي تستعملها هذه الميليشيات وتم استهدفها بدقة وحققنا بعض الأهداف كانت لدينا بنسبة الجهود لتقليل قدرة هذه الميليشيات لشن هجمات ولكن نحن مستعدون لرد لأي سيناريوهات لأي هجمات أخرى مستقبلية الولايات المتحدة سترد في مكان وزمان والشكل المناسب حتى لو كان ذلك على رغم إرادة الحكومة في بغداد إذن كما ذكرنا نحن لدينا عبر هذه اللجنة مع الإراكيين لدينا الإمكانية لنناقش أي تفاصيل بنسبة وجود الأمريكيين والمسؤولية لديها الهكومة الإراكية لتوفير حماية لكل الأماكن التي تستعملها التحلف الدولي والأمريكيين في الأراري الإراكية أشكرك سيد سامول ويربرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك